أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بعدد من الأعمال الانشائية بالطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تفقد الأعمال الانشائية في محور المستشار عبد المجيد محمود كما تابع معدل تنفيذ كبري ربط محور ياسر رزق بمنطقة المقطم واطمأن الرئيس السيسي من العاملين على معدلة سير العمل واستمع لآرائهم أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن الصين لم ترسل أسلحة إلى روسيا منذ بدأت قوات الرئيس فلادمير بوتين العملية العسكرية في أوكرانيا وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جوسترودو قال بايدن أنه لا يستخف بالصين أو روسيا على حد قوله مشيرا إلى أن ورود معلومات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية تفيد بأن الصين ستزود روسيا بأسلحة مهمة مؤكدا أن بيكين لم تفعل بعد نافيا في الوقت نفسه لأكدها بعدم تقديم الأسلحة توصلت الولايات المتحدة وكندا إلى اتفاق حول الهجرة وفي خطاب أمام البرلمان الكندي أكد الرئيس العمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة وكندا ستعملان سويا لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون من بلاده إلى جارتها الشمالية ومنع عمليات العبور غير القانونية للحدود وينص الاتفاق على أن تستعيد الولايات المتحدة طالب اللجوء غير المسجلين الذين يعبرون من أراضيها إلى كندا في حين تتعهد كندا قبول أعداد أكبر من طلبات الهجرة يصوت اليوم البرلمان العراقي على قانون الانتخابات في البلاد وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي أنه يتم العمل على الانتهاء سريعا من إجراءات تمرير مسودة موازنة الثلاث سنوات مشيرة إلى أن اللجنة المالية بالبرلمان عزمة على الانتهاء من الموازنة سريعا وأكدت أنه سيتم إدراجها على جدول أعمال المجلس في الجلسات المقبلة حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزا ثمينا على ضيفه منتخب ملاوي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما باستاذي الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بكودفوار 2024 وتقدم منتخب مصر سيطرته بالهدف الأول في الدقيقة العشرين عن طريق محمد صلاح الذي حول عرضية أرضية من محمد حمدي إلى داخل شباك ملاوي وشدد عمر مرموش تصويبه من خارج لتصطدم بدفاع ملاوي وتستقر بعدها داخل الشباك بتلك النتيجة تصدر المنتخب الوطني المجموعة برصيد ست نقاط بينما تجمد رصيد ملاوي عند ثلاث نقاط في المركز الأخير حسم فريق الزمالك قمت دور كرة اليد للمحترفين بعد الفوز على الأهل بنتيجة 31 مقابل 23 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة وأقيمت مباراة الأهل والزمالك ضمن ختام مباراة المرحلة الثانية من منافسات دور المحترفين لكرة اليد ونجح الزمالك في فرض سيطرته على المباراة منذ بدايتها حيث حسم الشوط الأول بنتيجة 16 مقابل 12 واستمر تطوق الأبيض في الشوط الثاني حتى حسم المباراة لصالحه بنتيجة 31 مقابل 23 بهذه النتيجة ينهي الزمالك المرحلة الثانية من دور اليد متصدرا برصيد 27 نقطة ويليه الأهل بنفس الرصيد اشتركوا في القناة